بهدفي تقديم الدعم الخدمي للزائرين منطلاقا من مبدأ يد تقاتل ويد تبني باشرة كتيبة تسير المقر العام احدى تشكيلات مديرية الهندسة الاسكرية دائرة الاسناد الهندسي بنصب جسرين الاول في قضاء النعمانية يربط محافظتي واسط بالديوانية يبلغ طوله 280 مترا وبعرص 6 امتار والثاني في قضاء المسيب يربط محافظة بغداد بكربلاء المقدسة ويبلغ طوله 300 متر وبعرص 6 امتار ذلك لتسهيل مجريات الزيارة المليونية لاربعينية الامام الحسين عليه السلام بانسيابية وامانة وتخفيف الزخم المروري بامر سيد معالي وزير الدفاع المحترم والسيد رئيس الكان الجيش المحترم وباشراف مباشر من قبل رئيس دارة الاسناد الهندسي والسيد مدير صنف الهندسة العسكرية قامت كتيبة تشكيل المقر العام احد وحدات امرية الهندسة العسكرية بنصب جسر عائم على نهر الفرات يربط ضفتي النهر هذا الجسر هو بقرب جسر المسيب الكونكريتي فأدت هذا الجسر هو لانسيابية حركة مرور الزائرين على هذا الجسر ويصبح الجسر الكونكريتي هو لمرور الآليات على هذا الجسر السنة الخامسة نقوم بنصب مثل هذا الجسر في هذا المكان طول الجسر 300 متر حمولة الجسر 80 طن خدمة لزوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في موقع آخر في محاوضة واسط قضاء النعمانية أيضا تم نصب جسر عائم بطول 280 متر على نهر الدجلة أيضا هذا لخدمة زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام تسهيل عبور الزائرين باتجاه الكربلاء المقدسة ونعاهد الله والوطن أن نكون جنودنا وفيها وتنفيذ كافة الواجبات الموكلة إلينا ومن الله التوفير المواطنون بدورهم أثنوا على الجهود الكبيرة التي بذلها رجال الهندسة العسكرية موجهين في الوقت ذاته شكرهم ومتنانهم العاليين على هذا الإنجاز والذي جاء بفترة قياسية نشكر الجيش العراقي وبالخصوص الذي يمنى بالامسيب على هذا الجسر الرائع فتشغل كل شيء حلو ومرتب ويعني شو ما تقولي بيض الوجه ونحن نشكرهم وجهودهم إن شاء الله أجرهم عند أبا عبد الله متروح هذا عاش تديكم ويحميكم الله وإن شاء الله تحمون وطنكم وتحمون خواتكم ونشكرهم هواي هواي من الحسير والجيش كلهم وذول ابناء العراق هذا وطنهم خطوات مثمرة ودقيقة للرجال الجيش العراقي في مختلف المجالات تهدفوا لتحسين طريق ملائين الزائرين وتوفير أجواء آمنة لهم ووسير الخطة الأمنية بنجاح علي سامي أعلام مزارة الدفاع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة